كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن ما هو أعظم وأكرم عند الله تعالى من المتاعي الدنيوي لا شك أننا جميعا نبحث عن الدنيا لا شك أننا جميعا نجري ونتصابق من أجل نيل متاعي الحياة الدنيا هذا أمر طبيعي وفطري لكن المولى عز وجل الحنان المنان المربي يدلنا على شيء أفضل وأكرم وأنعم من متاع الدنيا الزائل يخبرنا بأنه لحرج في أن نبحث عن متاع الدنيا ولكن لا ينبغي أبدا أن نغفل بأن هناك نعيم آخر في انتظارنا هناك نعيم يستعد ويتأنق ويتألق في انتظار عباد الله المخلصين فما هو متاع الحياة الدنيا وما هو هذا النعيم الذي أعده الله تعالى لعباده المؤمنين أعظم وأكرم وأنعم من متاع الدنيا كل هذا يلخصه المولى عز وجل في كتابه العزيز فيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل اونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله مولنا العظيم أدعوكم أيها الأحباب الكرام أن نسبح في معاني هذه الآيات البينات العطرات ونتعرف عن حقيقة الدنيا وما لنا فيها ثم نتعرف عن ما ينتظرنا بعد عمر طويل ننتقل إلى عالم آخر ماذا أعد فيه المولى جل على في مستهل هذه الآيات ربنا يقول زين للناس حب الشهوات ما معنى زين هنا زين بني للمجهول من الذي زين لماذا لم يقل زين الله للناس وإنما قال زين بمعنى أن المزين المبني للمجهول قد يكون تارة هو الله جل جال علاه وقد يكون إبليس والعياد بالله فالله تعالى هو زين هذه الملدات والشهوات لأنه خلقها وأوجدها وهيئها للانتفاع بها كل هذه الشهوات التي سوف نذكرها من خلقها الله تعالى وهو الذي أوجدها وهو الذي ركزها في قلوبنا جعل في قلوبنا شهوات وملدت مركوزة وقد يكون المزين هو إبليس لأنه يستغلها فيميلها عن طريقها ويجعلها منحرفة فتكون هذه الشهوات فيها خديعة وفيها وسوسة وفيها إيقاع بالإنسان هذه الشهوات هي ربنا عز وجل ذكر منها سبعة أول ما ذكر ما هو قال زين للناس حب الشهوات من النساء أول شهوة ركزها الله تعالى في قلوب البشر هي شهوة النساء فربنا عز وجل لما خلق أبان آدم عليه السلام خلقه عازبا وظل آدم قيل أربعين سنة في الجنة يتنعم كان لم يكن عنده أي مشكل وحينما خلق الله له أمنا حواء هنا ستبدأ فتنة إبليس سيحو حوله وسوف يوقعه في المعصية هذا ما يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال على الرجال من النساء وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء بمعنى أن المرأة حضورها قوي في حياة الرجل الرجل قد يكون قوي وقد يكون عنده عواطف جياشة وعنده صلابة ولكن أمام المرأة يضعف وقد يغير مبادئه وقد يتخذ قرارات خاطئة لإرضاء المرأة يحكي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضور المرأة في العمل السياسي وفي القضايا الكبرى حتى قال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء معظم الخطايا التي وقع فيها بني إسرائيل في عهد موسى وفي بعده من الأنبياء الذين يتلوه دوما إذا بحتى في أي مشكلة ستجد بأن حضور مرأة قوية تؤثر في القرار لكن ليس كل النساء فتنة هناك النساء التي هن مؤمنات صادقات إذا هذه شهوة النساء هي شهوة زين للناس حب الشهوات من النساء المرأة إذا كان الغاية منها هي البحبة الصادقة والمودة والوئام والغرض منها هو تحصيل العفاف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله إذا كان الغرض منها تكوين أسرة وإنجاب أولاد هذا أمر مرغوب فيه وهذا أمر مطلوب هذا هو التزيين الذي وضعه الله تعالى جعل المرأة بهذه المعاني الله زينها ولي خلقها بهذه الأوصاف الجميلة الجدابة وهو الذي جعل في نفس الإنسان رغبة وإنجداب وهو الذي جعل النسل لا يتم إلا بالاتصال بين الرجل والمرأة وبحياة مستقرة يتكاتر النسل وتكون الخلفة بهذا المعنى فالمزين هو الله تعالى وهنا المرأة طيبة وهي خير متاع كما قال رسول الإسلامي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حافظتك في نفسها ومالك هذه المرأة الصالحة خير متاع أعظم متاع فالمزين هنا قد يكون هو الله الخالق البارئ أعطاك مرأة فيها العفاف وفيها المودة وبها يحصل الخلفة هنا المزين الله تعالى لكن قد يكون المزين هو الشيطان لما تجد النساء يستعمل جمالهن سلاح للإغواء وللإغراء وللفتن وللإقاع بالناس في حبال الشيطان والعياد بالله يكون هنا المزين الشيطان جمال المرأة تحول إلى سلاح ورونقها صار فتنة هذا معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين بعد أن ذكر حب النساء ذكر حب البنين هو متاع عظيم لأن الإنسان أعظم ما يحبه في الوجود هم أولاده أولادنا فلدات أكبادنا هم أكبادنا تمشي على الأرض قرة العين وأعظم محبة ممكن أن يقرها الإنسان هو لأولاده ومن أودع لنا المحبة هو الله تعالى جعلنا المحبة في النفوس لماذا؟ لبقاء ودوام النوع الإنساني إذا افتقدنا المحبة من الأباء والأمهات والأولاد قد يضيع النسل ولكن هذه المحبة بها الله تعالى يجعل البقاء الإنساني والنوع الإنساني دائما وباقيا وربنا سبحانه وتعالى حبا في الأولاد يجعل الرجل يحب المرأة وكذلك المرأة تحب الرجل لماذا؟ حبا في الأولاد هذا معنى قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة المودة هي الحب الذي يكون بين الزوج والزوجة في أوله الحياة وقد قد تصيبهم بعض النكبات ويذهب هذا الحب يبرد البرد العاطفي لكن يبقى الأولاد الأولاد نعمة عظيمة الأولاد نعمة كريمة الأولاد بهم تبقى الرحمة فالرجل يرحم زوجته لأنه أم أولاده والمرأة ترحم زوجها لأنها أبو الأولاد ويصبر بعضهم على بعض ويستمرون في الحياة رغم النزاع كل هذا لماذا؟ لبقاء النوع الإنساني ليكثر التناسل وتبقى هذه الحالة الغريزية مستمرة لكن ما معنى زينا هنا إذا كان المزين هو الله تعالى فهذا الأولاد غد يكون إنسان يحب أن تكون عنده أولاد تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي حديث آخر قال فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة فالذي ينجب الأولاد بغرض أن يعلمهم الدين ويكونوا صالحين في المجتمع وأنهم يبلغون رسالة الله وأنهم يكونون يحمل المشعل بعده هذا خير عظيم وهذه باركة كبيرة هذا أمر محمود أما إذا كان يولد الأولاد فقط ليتفخر بهم أو ليستعملهم في بعض الخدمات أو ليدخل بهم في معارك هذا كله مذموم فالمزين هنا هو الشيطان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ثم قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الناس يحبون المهل حبا جمع لقد خلق الإنسان وهو يحب المهل لو كان الابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه واديان ولو كان عنده واديان من ذهب لابتغى إليه مثلات ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتبع الله على من تاب إنسان لا يشبع من المال إذا كان يريد المليون يصل إلى العشرة يصل إلى المائة مليون يصل إلى المليار يصل إلى عشرة ملايير ويستمر لا ينقاضي أبدا هل من مزيد هل من مزيد ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ربنا قال والقناطير المقنطرة هذا تعبير عن ميزان معناه هو جمع قنطار هو تعبير عن وحدة وحدة للقياس بمعنى أنه مال وفية القناطير المقنطرة يعني لما تقاص في الميزان هي تقيلة جدا يريد أن يكون عندهم مال وفير لأن الأقدمون كان عندهم إما الدراهم المعدودة فشاروه بثمان بخص دراهم معدودة إذا كانت قليلة تعد بالدراهم وإذا كانت كثيرة لا تعد بالدراهم بل من الميزان بالقناطير فهذا المال هو قد يكون المزين هو الله تعالى الله تعالى قد يزين لك هذا المال فنعم المال الصالح للعبد الصالح رجل من الصالحين قال الله المال فوينفقه على أهله ودويه ويوسع به على الفقراء والمساكين والمحرومين والأيتام والمرضى هذه نعمة نعمة عظيمة الذي أعطاه الله هذا المال فهو ممدوح شرعا ومحمود لكن قد يكون الذي يريد يجمع المال فقط ليتفخر ويتباهى به على الناس ثم يتكبر على الضعفاء ويتجبر على الفقراء فهذا مذموم فالمزين هنا الشيطان زين مبني للمجهول من الذي زين الشيطان يعطيك المال الوفير لا خير فيه لا خير فيه إذا كان عندك مال وفير وتجمعه وتتفخر به وتتعالى على الناس هذا المال لا خير فيه هذا عذاب عليك أن تخلص منه أما إذا كان هذا المال تجعله للنفق والتوسي على العيال ثم للإعطاء لمن حولك من الفقراء والمساكين والأيتام وإفرحهم فهذا نعم المال نعم المال الصالح للعبد الصالح والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة هذا نوع من المال كان عند العرب قديما هو الخيل الخيل المسومة هي الخيل المرعية الخيل المعلمة الخيل الرائعة الحسناء لأن العرب عندهم خيل يجرون الأثقال والعربات وهناك خيل للتباهي بحل الخيلة أو أصحاب التمرضة عندهم خيول كتلقى أعزوا إليه من ابنه أعزوا إليه تمسعينه ما تمشي الخيل دياله عزيزة الخيل المسومة كتلقى كيتالله فيها وينفق عليها ويتعهدها بالنظافة ويوقعها الدوائد مارضة عزيزة وهذا المال للخيل يكون عظيم والخيل معقود فيها الخير إلى يوم القيامة هذا الخيل كانت عند العرب من أجود الأموال وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ستبقى هذا الخيل كأحسن الأموال إلى قيم الساعة يعني كل عصور إلى يومنا هذا معلوم أن اللي عنده الخيل المسومة رغم الأثرياء رغم الأعيان لا يستطيع أن يكسبها إلا إذا كان ثريا هناك الأمراء والسفراء وعليا القوم والناس الأثرياء هم الذين يمتلكون الخيل المسومة ماشي الخيل التي تجر العربات والأتقال هذه المقهورة مسكينة فقال لنا من يزينها هذه الخيل المزين إذا كان الله تعالى معنى أن الإنسان إذا كان يحمد ربنا على ما سخر لنا من هذا المركوب هذا مسخر الله تعالى قال لنا ودللنا لكم فمنها ركوبكم ومنها تكون يعني مسخرة وكي يستعمل الإنسان إما لتبيى الفرحة والسرور وأنه يشوف نعمة الله عليه يكون المزين هو الله أما إذا كان يستعملها للتفاخر يركب فق منها ويحتقر الآخرين أنتم ما تستطيعوا أن تصلوا إلى مستوى الرفيع يتفخر ويتعظم هنا المزين الشيطان زين للناس والمبنى المجهول هو الشيطان والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرط والأنعام ما معنى الأنعام الأنعام هي أربعة هي الإبل والبقر والغنم والمعز هي التي يأكل لحمها هذه الأنعام الأربعة هي خير المال اللي عنده الإبل را عنده خير المال ولي عنده البقار را ربي كرمه واللي عنده الغنم ربي عزه واللي يعطاه المعيز ربي فرحه واللي يعطاه شي كله ربي غناه هذا من أجود المال والناس اللي هم في الفلاحة يعرفون قيمة هذه الحيوانات هي أصلها مال وفير لكنه حيوانات حية ترزق إذا كان الإنسان تعقل الله هذا النائم كله ويشكر على ما أعطاه ويأكل منها ويدبح ويتصدق وينفق هذا مال خير هذا مال عظيم الذي يزين الكسب يبقى يكسبه ويدي الفيرمات ويعود يوسعها ويجيب الطبيب البيطاري ويعتني بها هذا ربنا عز وجل أكرمه هو الذي يزين هذا العمل الصالح لأن هذا العمل بالناس يعيشوا وكي يستمروا في الحياة ويأكلون ويشربون ويتنعمون ويشكرون المولى فالمزين الله أما من أرد أن يجمعها للمضاربة وللتفاخر وللتعظيم وللاستغلال فالمزين الشيطان والخير المسومة والأنعام والحرط الحرط هي الأراضي الفلاحية المتخدة للغرس والمعدة للزراعة هذه الحرط أراضي إما فرمات إما بيعات إما مزارع إما وإما كل هذه دليل على المال هذا ما الوفير الفلاح والزراعة من أعطاه الله له أعطاه الغنى الغنى الوفير والخيل الكثير هذه الأمور كلها هي محببة للإنسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا رب عز وجل في الختام قال لنا هذه الأمور كل لكبلكم بأنه ذهب وفضة وأنعام وقناطير كل هذا ره مجرد متاع لا تغترون به اسألوا من ودع الدنيا تركهم ورحل بدونهم هذا كل متاع حياة الدنيا وزنتها لأنها هي عملة حدها الدنيا الآخرة عملة غير مقبولة العملة للآخرة هي الحسنة ربنا قال لنا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذه النعم الزائلة لا تنفع صاحبها في الدار الآخرة واللي تنفع صاحبها هو حسن المآب أي حسن المرجع الله تعالى يمنينا بأننا سوف نعود إليه وسوف نلقى حسن حسن مآب فالمقصود أن من أته الله الدنيا عليه أن يستمتع بها هذا حلال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالص يوم القيام فكل هذا مطلوب لكن ربنا سبحانه وتعالى ينبئنا بتجارة أعظم من هذا من أراد أن يفوز أكثر من هذا من أراد أن يكون في القمة من أراد أن يكون في الصدر ما علي أن يفعل هو أن هناك أساليب أخرى للغنى وللإمتلاك قال الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم الله عز وجل سيدلنا على البديل وهكذا أسلم القرآن القرآن العظيم يطرح القضية ثم يأتي بالبدائل ثم يرغب ثم يرهب ثم يربط القلوب بالله هذا منهج القرآن دائما يطرح ربنا قضية معينة إشكال ثم بعد ذلك يعطينا البديل نستع السياسة خسوموا هذا المنطق القرآني إذا حرمنا وإذا منعنا شيئا أين هو البديل لا بد أن تعطيني البديل والبديل يكون ممكن التنفيذ ممكن الحصول عليه وبأقل تكلفة ثم ربنا يستعمل أسلوب الترغيب طارة وأخرى أسلوب الترهيب هذا من بل التربية لأن الإنسان بطبعه لا ينفع معه الترغيب على طول كما لا ينفع معه الترهيب على طول بل لا بد أن يكون هناك توازن بين الترغيب والترهيب وفي الختام تجد ربنا عز وجل يفتح لنا باب الأمل ويربط القلوب بالله جل علاه كل هذه أدول معنى القرآني جميع الآيات التي قررتها في كتاب الله قد تسير على هذا النصق يقول تعالى البديل قل أأنبعكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحر هذا هو البديل القابل للتنفيذ الله تعالى يخبرنا عن هذا البديل فيقول يا محمد قل للناس هل أنبئكم هل أبين لكم ما هو أفضل عند الله تعالى ولكم من هذه الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذغب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط هل تريدون أن أنبئكم بأفضل من كل هذا قالوا ما هو هذا الأفضل قال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار الذين اتقوا يعني أن الإنسان يحرص على أن يكون من المتقين إياك أن تغفل إياك أن تفوتك هذه المعاني الحياة قصيرة سرعان ما تنضي إذا فتتك هذه المعاني بعت ضياعا كبيرا للذين نتقوا التقوى ما من التقوى التقوى كما عرفها سيدنا علي ابن أبي طالب بمعنى مركز قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل لابد أن يكون عندك هذه المعاني تقوى الله خوف من الجليل دائما تستشعر بأن الله معك ربي يسمعنا ينظر إلينا ربي معنا أخشى أن أفعل شيئا لا يرضيه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل ما في القرآن العظيم من أحكام وفي السنة المطهرة أعمل بها وأسعى لإرضاء الله والرضا بالقليل يعني ربنا لما يقسم الأرزاق ويقسم المتاع في الدنيا جعلنا متفاوتين نصيبك عليك أن ترضى به يعني أنت لست مسؤول ولا الوضع العام مسؤول إنه قدر الله وقسمة ونصيب إرضى بالقليل حتى ياتيك الله الكثير والاستعداد ليوم الرحيل دوما العبد المؤمن مستعد بأنه هنا في الدنيا كأنه عابر سبيل كأنه مسافر أو ضيف أو عابر سبيل سوف يرحل كيبني الضار وكيزينها وكيعربي أنه سيرحل وغيرت بقى الضار في مكانها كيشري السيارة الفارهة يسوقها ويعلم بأنه سيرحل ويتركها للورة ينشئ الأرصد البنكية ويملأها ويعلم أنه لن يأخذ شيئا منها ويساهم في أشياء كثيرة لكن يبقى له ثوابها يبقى له أجرها إن فعلها طاعة لله أما إذا فعلها تفاخرا وفعلها من باب الكبرياء والعجب ضيع عليه كل شيء بماذا يعيدنا الله تعالى جنات الله أكبر جنات مش جنة واحدة هي جنات لأن الجنة لما تدخل إليها فيها رحلات مرة كتمشي الوحد العالم دي لجنة واليوم الموالي كتمشي ترحل عالم أخر واليوم بعده عالم أخر ليس هناك جنة واحدة ستصاب بالملل الكوكب الأرضي في قارات مرة في أوروبا مرة في أمريكا مرة في روسيا مرة في إفريقيا مرة في القطب الشمالي المتجمد مرة في القطب الجنوبي المتجمد مقرات متعددة وفي البلد الواحد هناك أقاليم شمال والجنوب والوسط أما الجنة فربنا عز وجل قالك هي جنات عوالم كل مرة تسافر ليس لها حدود وكل جنة عرضها السماوات والأرض عرضها أما الطولها لا يعلمه إلا الله هذه الجنة تجري من تحتها الأنهار ما في أزمة عطش ولا أزمة ماء الأنهار من كل مكان الجنة مليئة بالأنهار بدون مجرى ما في مجرى الأنهار تمر أمامك أنهار من ماء غير آسم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفة وأنهار من خمر لدة للشاربين أنهار كثيرة العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك ثم قال خالدين فيها الخلود الأبدي نحن في الدنيا الآن نعمل ودائما نقول متى سأحصل على التقاعد وكم سيتبقى لبدا التقاعد وكم سأستمتع فمن الآن أي متعة أشعر بأنها معكرة لأن هناك تحسب الموت في أي لحظة والموت لا تنتظر منك أن تتقاعد الموت قد تأتي في أي لحظة يموت الشباب ويموت الصبيان ويموت الغلمان ويموت الكبار والصغر فالإنسان في الدنيا دائما مهدد بالموت إذا أصابتكم مصيبة الموت إن تتيكم إلا بغتاب لكن في الآخرة في الدار الأخرى ما في موت ربنا يقول لملك الموت يا ملك الموت موت فيموت ملك الموت وينادي منادي خلود لا موت أبدا هذا معنى خالدنا فيها أبدا يعني ماكثين لن تنزع منكم الحياة مرة أخرى ستعيشون وسوف تستمتعون وكل يوم لا يشبه الذي قبله كل يوم هو في شأن ما في روتين وأزواج مطهرة للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خبن فيها وأزواج مطهرة الله تعالى يعطيك أزواج هي أطيب وأنبل مما تضن ما عندها هذه الأزواج نقصان الذي في الدنيا مثلا الرجل في الدنيا قد يرى المرأة فيها نقصان أن مثلا يأتيها الحيض مثلا في مدة الحيض لا يقربها ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض أو هناك ربما قد تكون المرأة لسانها صليط أو تكون قلقة ضجرة في كل وقت أو تكرأ أهلك وأحبابك أو أنها تكون محبة للمال هذه الصفات سيئة في الدنيا ربنا عز وجل يزيلها النساء في الجنة طاهرات عاففات طيبات حلوات حسنوات وهؤلاء النساء ما فيهم لا حيض ولا نفاس ولا خبط ولا أذى كل ما يعتري النساء في الدنيا ما فيش كذلك الرجال أيضا الرجال في الجنة ليس كرجال الدنيا الرجل قد يكون ربما فيه شك فيه نكد فيه من فيه عدم عناية بشكله وبنظافته كل هذا ما فيش يعني الرجل في الدنيا على صورة يوسف عليه السلام قمة الجمال وقمة البغاء وقمة النظافة والطهر والعفاف ثم لما يدخل الله أهل الجنة إلى الجنة ويتناعمون ويجتمع الأزواج والأولاد والأحباب والأقارب يقولون يا ربنا هذا نعيم عظيم هذا نعيم كبير الجنة أعد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول لهم الله تعالى هناك ما هو أعظم من الجنة يقول يا ربنا ما هو الأعظم من الجنة الجنة هي أعظم شيء كنا نبحث عنها وقد أكرمتنا بها حصلنا عليها الجنة فيها نعيم الخيال لا يقبل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول لهم الله عز وجل هناك ما هو أعظم من الجنة ما هو ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر أعظم ما في الجنة هو الرضوان الله تعالى يرضى على عباده المؤمنين وإذا رضي الله عنك وسمعته أنه يرضي عنك ستشعر بشهوة ولدة ومتعة لا تعادلها لا متعة الطعام والشراب ولا متعة النساء والأولاد والبنات ولا متعة الركوب والسفر ولا متعة الأمجاد أعظم متعة أعظم لدة وهي رضا الرحمن يقول ربنا عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ورضوان من الله أكبر أكبر شيء في الدنيا في الآخرة حتى قيل إن عذاب أهل النار 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 الناس يتعدبون فيها والجنة يتناعمون فيها ما هو سر العذاب وما هو سر النعيم بعض العلماء قال لك ليس سر نعيم أهل الجنة وما فيها من طيبات وشهوات وملدات وحوريات وليس عذاب النار وما فيه من جحيم بل أعظم ما في نعيم الجنة هو رضوان الله الأكبر ورؤيته ومكالمته وأخطر عذاب في النار هو أن الله تعالى حاجب نفسه عن أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أهل النار يقولون إن النار تحملناها لكننا لم نتحمل أننا حرمنا من رؤية الله ورضوان الله والمكالمة مع الله والمحادثة مع الله لنا أكبر نعمة وأن الله تعالى كل جمعة يسمى المزيد يرفع السطار فيجتمع مع عباده المؤمنين بل فيه بعد الروايات ليس كل جمعة عند كل صلاة لما نصل لله تعالى ونستقبله المحافظين على الصلاوات الخمس عند كل صلاة الله تعالى يستقبلك كنت تصل له في الدنيا وأنت لا تراه فيقول لك يا عبدي ها أنا دا أتجلى لك في الآخرة خمس مرات في اليوم ربك يتجلى لك أما الداكرون لله في كل وقت وحين فالله معهم بكرة وعشية لأنهم في الدنيا لا يفترون عن الذكر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم تفضلا وإكرما أحبابنا في الله إذا أردتم أن تعرفوا أنفسكم هل أنتم من هؤلاء أم لا ماذا علينا أن نفعل الصفات التي ذكرها الله في ختام الآية ماذا قال أهل الجنة وأهل النعيم وأهل الرضوان الأكبر ما هي صفاتهم لا تحتاج إلى دراسات معمقة ولا إلى أبحاث فيها متاعب بل الأمر بسيط للغاية يقول ربنا عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمثقين والمستغفر بالأسهار أدهم الصفات أول صفة أيها الأحباب الكرام علينا أن نلتزم بماذا بالإيمان بالله دوما نحرص عليه أن يكون في قلوبنا الإيمان بالله تعالى هو رسل المال دائما نجدده جددوا إيمانكم بقولكم لا إله إلا الله ثم بعد ذلك الاعتراف بالخطأ والذنب بين يدي الله نحن نقطع لا عيب في الخطأ لا عيب لا عيب في الخطأ لا عيب أن تقع في السيئة لكن العيب أنك لا تستغفر لكنك العيب أنك لا تعترف بذلك بين يدي الله وتقف بين يديه منكسر الجنح الاعتراف بالذنب يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار نسأل الله تعالى أن يحفظنا من النهر ثم قال الصابرين الصابرين الدنيا فيها متاعب هناك من يصبر على البلاء وهناك من يصبر على الشهوات وهناك من يصبر على الشبهات فكل مننا مبتلى تلك يبتلى بالابتلاءات الفقر والمرض والنزاعات العائلية هناك من يبتلى بالشهوات كدقى نفسه محبة للشهوة باغي النساء باغي الخمر باغي الليالي الملاح يقول لك لم أتروى بعد أريد أن أستمتع الشهوة تشده وخام باغيش عارف أنها حرام ولكنها تشده وهناك من يبتلى بالشبهات كيبقى عنده الوسواس من خلق الوجود من هم الآلي الله من خلق الله من وضع كذا كيبقى الشبهات صعبة جدا وإذا آمن بالدين هل سن حق أم هي ملفقة القرآن حق أم هو مفبرك كيبقى شبهات والعياد بالله فهؤلاء يصبرون إذا جاءتك أي ابتلاء اصبر كن مع الله تعالى تصبر على طاعة الله وعلى المعاصي وعلى أقدار الله ثم أن تكون من الصادقين الصادقين لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة إنسان في الصدق من علمات المؤمن أنه لا يكذب أنه لا يخون أنه لا يراوغ المؤمن صادق مثل المرآة يعني ظاهره كباطنه الصادقين والقانتين القانتين لربهم أنه دائما المؤمن يأخذ نصيبا من الليل مرة مرة كنفق في جوف الليل وكنقول هذه هذه مبادرة بيني وبين ربي ربي فرض علي خمس سلوات في اليوم والليلة كفى ولكن أنا أخذ مبادرة مرة مرة بالليل أستيقظ والناس نيام وأتوضأ وأصلي لربي قيام الليل وده يسمى القنوط القانتين لربهم والمنفقين المنفقين إنسان يكتسب المال ويقتطع شطرا من ماله للفقراء والمساكين والمحتاجين لا يأخذ المال كله حتى لو كان قليل عند غير تلتلاف درم في شهر كنأخذ منها وحد شطر كنقول هذا نصرف دراهم صدق للفقراء والمساكين عندي كثير أخذوا شطرا كبير وأعطيه للضعفاء والمحتاجين ثم بعد ذلك أنهم يطلبون المغفرة دائما يطلبوا المغفرة في كل وقت وحين من الله سبحانه وتعالى هذا مقصد قولي تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستفن بالأسهار نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ويسعدنا أن نفتح خطوطنا للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 أحبابنا الكرام قبل قليل توصلنا بمكالمة من الأخت فاطم الزهرة من ألمانيا تقول بأنها تتعرض لبلاء شديد وأنها تواجه مشاكل الدنيا لا حصر لها بعد طلاقها أصيبت بمس وعندها ظروف ربنا الوحيد يعلم بها واتخذت الأسباب للعلاج ودفع هذا البلاء ولكن لا زال الأمر كما هو اتصرت أختنا فاطم الزهرة وكتقول لكم أيها الأحباب الكرام بغتكم ترفعوا حد دعوة لها عند الباري عز وجل الذي هو صاحب الأمر والذي هو الشافي والذي هو العافي والذي هو على كل شيء قدير ندعو لها بالفرج فاللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاء يا دا الجلال والإكرام نسألك اللهم أختنا فاطم الزهرة اللهم ارفع عنها البلاء اللهم فرج عنها المكروب اللهم خفف عليها ما نزل اللهم اشفيها وعفيها وداوها يا رب أنت طبيبها وأنت معالجها يا دا الجلال والإكرام رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم ولا يبقي ألم اللهم يا رب اجعل الخير لها في القريب العاجل اجعل هذه الساعة وهذه الليلة آخر أحزانها وآخر همومها واجعل يا ربنا الخيرات والبركات في القريب العاجل اللهم عجل لها بالفرج اللهم عجل لها بالفرج وهذا الشعبان على أبواب رمضان وتقول بأن إحدى قارباتها الأخت مروى أيضا عندها من البلاء ما الله بعليم نسألك اللهم أن تفرج عنها وعن أهلها وعن دويها يا دا الجلال والإكرام يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا حي يا قيوم برحمتك نستغيط اللهم يا رب فرج عنها وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ببركة الصلاة على مولانا رسول الله اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم حول إلى أرض الوطن إلى تنجة معنا للا مريم أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كيفية الآن النقصة يا لي وبيتك الدعم عيالله يسهل أمر كأساة. الله يوقف معك. معسي بارك الله وفيك. أنا واحدة بنت مريم في طانزا. دست واحد لك سيدون. حديثة سير. وثالث في عويلتي بجوج. في قط الباسار. الله أكبر. وكنت دومني ديال في الميدان الصحي. ومشت لي دست لك سيدون بشان يشوف. من الحمد لله ربي خذلي عويلتي. واعطاني بني تويد. هيبت الله وعبد الله. اللهم عليك الحمد. هذا سيلا في الدنيا خطب له. اللهم عليك الحمد عليك. لا إله إلا الله. وبالفضل ديالك أستاذ. دائما كنت سمعني. الحمد لله. دائما كنت نطليك. كنت تعطينا القوة. الله يسهل أمرك أستاذ. ويجازك بخار. ويكتر خارك. وكان شكرك. وكان شكرا من هذا المنبر هذا. الأخذ اللي معنا في القناة. ديال شجرة الأمال للمكفوثين. حتى هو مسكين وقف معي. الله يقف معه. والله يعطيه. وتعرفت على إخوان وحدين أخرين. اشتهوا ما في حالي. في نفس الإعاقة. الله أكبر. يعني في هذه القناة هذه الحمد لله. كنت طلب ربي. من هذا النهار هذا. ودعواش ربي. سحل عليهم كامين. والله يقف معهم. يا رب. وكان شكرا لنا فيك يقفوا معنا في هذه القناة. الله يعطيهم فحصهم. كي شجعونا. كي تدعمونا في هذه القناة. الله يسهل أمرهم. يا رب يا كريم. وشكرا جزا. بالخطر كامل كي يرجع إليك. لله تعالى سبحانه. الله يحفظك ابنتي. الله يضع عمرك. أستاذ بارك الله وفيك. عافك. أستاذ باسك تبعي معي. ومع ولدي باتي. ومع الوليد عندي. انت وفي. دعي لي لي بالرحمة. ويربي يحفظ لي المهمة. يا لي خليها لي. ويدعي لي مع صاحبتي. بالدرية الصالحة إن شاء الله. يا الله تزوجات. كانت من ناسي دا ربي يسهل عليها بوديدات. والأخ زاود حتى هو ربي ينسقوا بالدرية صالحة. وكان سلم على البنات كاملين. اللي معنا في القناة. كانوا فهمهم سلامي. وكان بارك لهم العواسط. وما يخفظ فأستاذ الله يطول عمرك. ويعطيك صحف فأستاذ. لي الشارف فأستاذ أنني كنهضر معك في يومه. لا عفوا بنتي. لا عفوا بنتي مريم. احنا شرفوا لنا. وكان شكروك. وهني قال لك. يعني رغم هذه المعاناة لذكرتها بنتي مريم. رغم كل شيء. يعني كنلمسوا في النبرة الصوتية لك. الطمئنة والسكينة والرضا بالقضاء والقدر. وهذه العلامات تعلق الإيمان واليقين. هنيئا لك. لأن لو غيرك. وقع له هذه الوقائع. وهذه الحوادث. وفقد البصر. وترطي هذه الابتلاءات. كان ربما يشعر بالتشاؤم. وبالتدمر. واليأس. وربما قد يناجي ربه. لماذا فعلت بك كذا وكذا. هذا عند الناس دعاء في الإيمان. لكن الناس اللي عنهم قوة الإيمان واليقين. يكونوا كتكلموا بحش شكل ديالك. عندهم الطمأنينة. عندهم السكينة. ويكفي شرفا. أن الله تعالى يباهي بهم الملائكة. انت يا ابنتي مريم في هذه الحالة. لعل الله تعالى العلي العظيم. يباهي بك الملائكة في السماء. يقول يا ملائكتي. انظروا إلى أمتي مريم. شو شحل دي الابتلاء تطيتها. ومع ذلك. لاحظوا كيف أنها صابرة ومحتسبة. وأنها لا تشكو حظها التعيس. بل تقول الحمد لله تعالى. هنيئ لك يا مريم. أسأل الله جل جلاله. أن تكون هذه الأحداث آخر أحزانك. وبعدها يأتيك الله تعالى. بالفرج والأفراح والمسارات. ويعطيك قوة البصيرة. ويفتح لك أبواب الرزق والعطاء. ويجعلك من أهله وخاصته. الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. وجعلك يوم القيامة. مع نساء النبي المصطفى. في جنات النعيم. ومع فاطمة الزهراء. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أعلى مقامات الجنان. وأسأل الله أن يبارك لك في الولدات. الله ينبتهم النبت حسنة. وربي يعوضك فيهم. يجعلهم صالحين. طيبين. مجتهدين. ناجحين. فالحين. وجميع الناس اللي يتعاون معاك. الله يجزيهم بخير. تلبه الله تعالى يغنيهم من فضله. ويعوض لهم بالعشرات والمئات والألاف. يا رحمن يا رحيم. وكيف جمعنا الله تعالى في هذه الساعة المباركة. نسأله أن يجمعنا وإياكم قريبا في مكة المكرمة. وفي المدينة المنورة. وفوق جبل عرفة. ومينا ومزدلفة. ويوم القيامة يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين. آمين آمين يا أكرم الأكرمين. ونواصل أيها الأحبة الكرام. ونتحول إلى بن جرير معنا السعب الإله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله عمي الحاج. حياك الله حياك الله أصدعى بالإله. كده يرسل الله سعليك. الله يحفظك ورعاك مولاي. كده مع الصحيحة وكده الأخ سامي في الإخراج معنا ليلة هذه. أي نعم سيسامي دائما في الخدمة. الله إلى رجل طيب ورجل فاضي. الله يخليه لنا الله يخليه. الله يحفظك مولاي. دائما هو كدير واحد العمل كثير. ولا يظهر. ما كيباش في الميديا. ولكن سيسامي هو اللي يمسك الخيوط كلها. ويستقبل المستمعين. وينسق من المكالمات. ويقدم الخدمات فجزاء الله عنا خير الجزاء. أمين 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 أمي الطيب. الليلة هذا هو المدنون فيه. كل شيء يشكره قال الإخوان كيشكره. وعامي ذكرتنا هذه الليلة هذه المباركة. ذكرتنا بالله سبحانه وتعالى. الليلة هي بالله. وتشوقنا الله تعالى. يعني الإنسان غير يرضى بدك شيء يقسم لي الله تعالى. وربي كبير ربي كبير. يا رب. كل ما كتس الدباب كيتحل أبواب كبيرة وكبيرة جدا. أنا عند زريب أمي الطيب كتمرت من شيء ضروف. لي صعيبة وصعيبة وتك نقول هذه اللخرة. وإذا بيتك يتحل شباب من الأبواب الكبيرة. سبحان الله. أعطى الله. كريم. وأعطى الله. إذا أعطاك المولى كيما كتقول يا عمي الطيب أدهشك. يعني الإنسان يعيش على التفاؤل. ويعيش على الأمل. ويعيش اليوم. اليوم بطوله ويعرضه. ولا ينسى الأوقات. الصلاة تعطي الإنسان رفعا. وتعطيه رفعا في الدرجة. وتكون عندك الزوجة الطيبة. وتلقى زوجة فرحانة. والوليدات فرحانين. تزيد سعد في قلبك عنه. شكرا لله. شكرا لله يا إكرامة. وكنترحم على المرحومة. بالرحمة والمغفرة. والحمد لله. إن البتلائك صعيب. ولكن الحمد لله. ربي جاب تثير وربي الحمد لله. فتح لنا أبواب وأبواب. لو إن شاء الله نصرده بحلقات تكون إن شاء الله. باش للسدر المستمعين يتذكروا. أن الإنسان. واخر. سمعتها أمي. يا مولي. والله أهم إلا إلا الإنسان كتفرح في القلب ديالك. واللي كتنشي كتكون من عمار بيت الله. واللي كتختار خطوات لله. واللي كتكون إنسان تحب الله. والله كيتجل عليك. وحتر بي. كي يعطيك شي بشارة ديال الخير. في المنام كي بشرك الله تعالى. وكتعيش أنت دائما فرحان. دائما سعيد. دائما القلب ديالك مطمعا. والعرزق تأتي من هنا ومن هناك. رزق تأتي إليه ورزق يأتي إليك. والله يقول الإخوان كتلقى ديك المحبة ديال الخلق. بين الناس كين عندك ديك الحضوة. كتقول هادي من الله. هادي من الله فضلا من الله وإكرامه. ومن يعمى بي الله. واللي بغي يتعرف علينا أكتر فأكتر. فيدخل لهديك القناة المحبوبة. اللي الحمد لله. فضل بعض الله سبحانه وتعالى. والدعم ديالكم يا عمي الطيب. الحمد لله هذه القناة ترغادية. إن شاء الله نخطات خطوات للأمام. وبغينا اللي بغي يدخله بتعرف على السعب الإله. يدخل أخيه ويدير محبك البحث. ويكتب شجرة أمال للمكفوفين. ويدير معاناة عبد الإلام بن جريب. ويعيش يشوف الظروف. ويشوف الإنسان كيفش يعيش. لا إلهي الله. عال وليد بي هدرا معك يا عمي. وخام ولي وخام ولي بارك الله. لا بس عليك يا بابا. لا بس عليك يا بابا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يحفظك. صحيح. امامة مي شريع. ايها بابا. الله يرحمها. الله يجعل فيه على عليين. الله يجعل فيه على عليين. لا إله إلا الله. هذ الوليد. الله يحفظوا ليك. الله يخله لك يا ربي يا كريم. شكرا لك شكرا لك ما شاء الله. هذ الوليد كنتذكر هذه تقربين وحد سنتين. الوليد يلو السعب الى فقدي البصر. هو كيت لبرزقه عند الله تعالى احنا كنا كانت لبرزقنا عند الله عز وجل مع الفجر واحد الليلة كيت تصل بيا وكيبكي وكيقول لي يا راه المرض يلي ها هي توفيت بجانبها يموت توفيت وهي حامل ودوليد صغير كيبكي وكيقرال الفاتحة صغير يعني ست سنوات وكيقول له ماما فقي ماما فقي والسعبد الى كيقول لي مع الفجر راه المرحومة هي حدايا وكيبكي بكاء دي الأطفال الصغار من نحيب والوليد اللي قطع لي قلبك يقول لي يا ماما هاي حدايا ماما حدايا يقول فقي ماما وكانوا فرحانين بذلك المولود ولكن مشت عند الله تعالى لكن ربي عز وجل بغاها وحبها وخضى إليه والله تعالى إذا أخذ عوض الله تعالى من الألهم والغم لا يطول هذه قاعدة من القواعد الشدائد لا تطول اشتدي أزمة تنفريش هذه قاعدة عند الله عمر شوهد ما عنده الأزمة الطول قريبا غد زول إلى ذات اليقين في الله وهذا الشي اللي يقع مع السعب الإله ربي عوضه سبحان الله تعالى وجاب لي واحد زوجة واحد المؤمنة واحد صالحة واحد درويشة فرحان بها وفرحان بولدته هذا الوليد وحد الوليد آخر توا عنده إعاقة معه هو رغم فقد البصر احنا كنستفدو منه هذا شاب سعب الإله كنستفدو منه لأنه أنا كنقول لي ولي الله لأنه رجل داكر رجل يقرأ القرآن بالليل والنهار في مدة قصيرة احفظ الكثير من الأحزاب وإذا سمعتموه يقرأ القرآن الكريم ما شاء الله مستوى رفيع مستوى جيد في القراءة ودائما لمعروف عليه أنه من رواد المساجد مكفوف مرة كتشوفوا غادي هاوكيا مسكين بالعصاد وهو طويل قاما ونحيل ويسير محدود بالظهر بلحيته التي تعطيه هبا وجلال وغادي متوضع وغادي بسندرة دي الميكا والعصاء وغادي قاصد بيت الله وكيبنوا لي الناس خرين كيجريوا هذا غادي الخدمة وهذا غادي المشروع ديالو هذا غادي كورة القدم وهذا غادي الوحد الصهراء وهو غادي كيهرول فين غادي غادي الجامع من رواد المساجد عمر ربي ميخيبك السعب الإله اللهم تعالى ينسأك الرزق حسنا اللهم تعالى ينورك ونكن سميك عبدالله ابن أم مكتوم المذكور في القرآن العظيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى عبدالله ابن أم مكتوم لكن النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأاه يقف له احتراما وإجلالا يقول له يا رسول الله علش هذا الصحابي هو مكفوف وفقير وكلما قدم تقوم له اجلال واحتراما كأن الوالي أو العامل أو الوزير قدم وما كديراش مع الآخرين علش هذا قال يوم هذا الذي عاتبني الله في أجله يقول تقدم يا من عاتبني الله فيك ربي قلسينا محمد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إن شاء الله في أحد الحلقات نشرح هذه القصة ومتفرعتها شكرا لك أخي عبدالله الله يحفظك الله يرعاك الله يبرك فيك وكن قل السادة المستمعين وحنا على أبواب رمضان هذا الأحبة الكرام من المكفوفين ومن اللي عندهم إعاقات راهم يبدو أنهم محتاجين للمساعدة حنا سنساعدهم بطريقة سهلة يعني غدي نشيوا مباشرة للمحرك البحث وغنكتبوا قناة هلال للمكفوفين أو قناة أمل قناة أمل للمكفوفين وغديلقوا لفيديوه ثم غلقوا السعب الإله غنشوفوا الصورة دياله وغنشوفوا في البيت دياله هو أخوه أيضا مكفوف هو مكفوف أخوه مكفوف وابنه مكفوف والعائلة فقيرة والابن يتيم وابن الصغير معاق ورغم كل هذه الظروف مومنين صابرين والحمد لله عندهم نحن نخدم منهم العبرة نحن يعلمونهما دروس عملية أنا اللي كان قلت بالآن في الكلام هذا غير دروس قولية ولكن هما دروس عملية أفضل منا نسأل الله تعالى أن يسخر لكم أهل الخير والفضلي في هذا الرمضان المعظم إن شاء الله كل واحد يوصل النصيب دياله من الطعام والشراب والمواد الغدائية والمساعدة المالية باش في هذا الرمضان هذي الإخوة دينا كلهم يعيشوا بسلام كنعود نذكر الأحباب الكرام اللي بغي يساعد يعني من اليد إلى اليد كي غير دير غير ديكتب في محرك البحث قناة أمل للمكفوفين وغير ديكتب اللي بغي يلقى واحدة المجموعة منهم سعب الإله وغير دير كذلك قناة هلال للمكفوفين غير ديكتب مجموعة تانية فهم رجال ونساء وغير دير كذلك في محرك البحث شجرة نور للمعاقين هذه خاصة بالمعاقين حركيا الناس المشلولين واحدة المجموعة كذلك السيمو حمد من الخميسة يقوم بإدارتها غتتوسطوا معهم غتتخرقوا تليفون غتتساعدوا مباشرة مباشرة دونت أي وسطة غضي يوصل الخير لأصحابه أسأل الله تعالى أن يرزق نوائيكم صبر الأنبياء والمرسلين وصبر أيوب عليه السلام وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الناس كلهم لكي بعتلكم المساعدات رغم أنكم تحتاجون إلى الكثير والكثير والكثير حافظكم الله ورعاكم الله وحياكم الله السيمو عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السيمو حمد من الخميسات مرحبا أهلا بك ربما هناك مشكلة في التواصل مع السيمو حمد من الخميسات السيمو حمد هو اللي عنده القناة دارها خاصة بالمعاقين حركيا سمها قناة شجرة نور للمعاقين ناس لهم عندهم إعاقات حركية طبعا مع أنهم عندهم ظروف مادية دير الفقر حتكين بعض ناس لهم عندهم إعاقات ولكن الحمد لله مستورين ناس لهم مكفوفين أو عندهم شلولين أو غير ذلك ولكن مستوري الحمد لله كاللي قاري كاللي موظف كاللي عندهم شروع كاللي عنده عائلة كبيرة هذو ما كانت كلموا عليهم هذو كل الله يعاونهم والله يزيدوا من فضله أنا كانت كلموا على دلناس اللي هما عندهم إعاقات وعندهم الفقر المدكع لا خدماء لا قراء كبالهم المستقبل غامض هذو هما لكي نقلبوا عليهم باش نكون نتعاونوا معهم والسي محمد من الخميسات هو عنده إعاقات في دو فرجلو وطبعا اليوتوم والفقر وعيش منفرد يعني أبتر ما عنده لا والدين ولا أجداد ولا أولاد ولا بنات ولا إخوة يعني بوحده عيش في واحد المستوى ودرهد المجهود وانشأ هذو القناة وكيقول للناس اللي هما عندهم إعاقات ودروف صعبة يصفطوا له الفيديو في القناة دياله وبالمقابل الناس اللي هما أهل الخير اللي كي بغوا يساعدوا الناس المعاقين كي توصلوا معاه في القناة وكي مدهم بالمعلومات وكي كتصلت على المساعدة إلى أيديهم مباشرة دون واسطة كنشكروك سيد محمد وإحنا كنتابعوا المجرى ديالك رغم العقبات ولكن شاء الله ربي غادي وفقك وهذا رمضان كنتم مننا إن شاء الله أهل الخير اللي بغوا يساعدوا الناس كنتبدو بهذه وأرجوكم إذا قدرتوا تبدو بالعنصر النسوي لأنكنتابعا للناس اللي المكفوفين كي اندكوروا كالإينات كل شي محتاج كل شي فقير ولكن أشد الناس احتياجا العنصر النسوي علاش؟ لأن واحد المجموع عندي الأخوات المكفوفات أو المعاقة ما عندهم لها إلى الولدين توفوا أو الولدين كبروا وما عندهمش واحد يساعدهم هما ما تزوجوش ما كيلا زواج لا قرية لا خدمة لا مدخول وعايشين في واحد الصمت رهيب رهيب جدا كان تكون من بينهم الأخت حنان من وزن كذلك الأخت الوزنة من باب برد واحد للا زهور من طنجة واحد مجموعة أخرى كبيرة من الأخوات اللي كنت في بن سليمان في طنجة في صديق واحد مجموعة دي الأخوات كلهن هاد العنصر النسوي هو عنده معاناة مضاعفة ما زال الرجال عندهم واحد القدرة على التحمل ما زال الرجل كتجه القدرة على أنه كي تطر بعض مرة تتسول كان بعض منهم كي يقول لي يا أخيرا يقهرني الفقر أخرجت المددي ما تقهرت ما لقيت وهما ما كي مش تسوله يبغي يبقى كريم معزز وملأوا أوقاتهم بالقرآن العظيم والذكر الله تعالى فنحاولوا نتعاون معهم في هذا الشهر الفضيل للرمضان المقبل على الأبواب الله يدخل بالرحمة والمغفرة والتواب واليمن والإيمان على الجميع شكرا لكم إخواني الفضلاء ونحاولوا إلى أين إلى إقليم سفرو إقليم سفرو معنا للا فتحة السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته للا فتحة المرضية أهلا وسهلا عمي واسر مباركة وكل عام وأنتم خير الله يدخل عليكم الشهر المبارك بالقرآن والصيام والقيام إن شاء الله والأفراح والمفرر يا ربي بنتي يا ربي بارك الله فيك حافظك الله ورعاك الله وأسعدك الله يا رب الله بارك لك في الوليدات ورحم الوالدين إن شاء الله رحمة واسعة يا رب العالم يا رحمة يا رحيم بارك الله فيك شكرا لك بنتي للا فتحة المرضية دائما كتسمعوا الصوت ديالي كنتي الحمد لله رغم الظروف صعبة وأنك مكفوفة أيضا وكتعيش الفقر المدقع ولكن الحمد لله رعطينا أمي الحاج وإشنا فرحان بهذا الابتلاء هذا ما شبت لا بالعكس هذا الفرحة هذي كنتي بها أنا التاج فق رأصنا لا إله على صدرنا بإعاقة الحمد لله بنتي الله إجعلك يوم القيام مع نساء النبي المصطفى الحمد لله أمي الحاج عندي واحد السؤال ونفرحانا بزاف أمي الحاج بزبزبزبزب مرحبا بنتي بتيحة واحد رجل الأخت ديالي بغاني نسولك لأنه عنده مرض قلب ودير للطريق ديال القلب أيها وقال لي هذي العام حس براسه متعب بزاف وبغاي سولك واشي من كله يصوم ولا ما يصومش وعندي واحد طلب عمي الحاج أيها بنتي كانتوا من النص طيبين المحسنين اللي في الحقيقة خيرهم فضلهم علينا كتير كانتوا منهم يدخلوا للقناة ديالتنا سجارة هلال المكفوفين ويشوفوا الفيديو ديالي يسمعوا الفيديو ديالي لأنه وقال ما درت فيديو صوت الصورة را عندي فيديو غير مشجل يشوفوا معاناة ويحية فاتيحة مصفرو بغيتم يتساعدوا معايا وعيد شجارة بيلال للمكفوفين إن شاء الله شجارة بيلال للمكفوفين يدخلوا لعندنا ويشوفوا معاناة فاتيحة مصفرو وغيتم نوزيه واحد شكر للأستاذ عبد النور شكر كبير وفرحة كبيرة لأنه وفضله تفتت الأمانة تفتت السجالة ديال القرآن الله يزيدك نور على نور والله يفرح كما كتفرحنا ويبارك ليه فلو لدى بدياله إن شاء الله ويخلي يا ربي دائما فرحانه دائما ساعد كما كيسعد له بإذن الله شكرا لك بنتي شكرا والله يفرحك والله يفرح بولداتك والله يجبك عننا خير الجزاء إن شاء الله وكانت من المحسنين يدخلوا شذرة هلال للمكفوفين واخا بنتي بإذن الله واخا بنتي شكرا لك للي فتحة من صفرو فتحة هي أيضا معاقا وكتعيش واحد ظروف قهرية ومع ذلك هي دائمة الابتسامة والرضى بالقضاء والقدر هي ذكرتنا بقناة أو شجرة هلال للمكفوفين سعبد الله عبد الإله من قبل منها قال لنا شجرة أمل للمكفوفين بمعنى هاد الناس داروا مجموعة الأولى داروا واحد للقناة سموها شجرة أمل للمكفوفين ووجدت مجموعة ثانية من الناس اللي هم مع ذلك إعاقة وداروا شجرة هلال للمكفوفين هذه تعددية يعني بحل الأحزاب السياسية كالقاو في التعددية بحل في النقابة كالقاو التعددية هذه طبيعة بشرية كالقاو التعددية كل مجموعة كتسعى باش توقع نوع من المنافسة من المنافسة هما كيتنافسوا أولا في حفظ القرآن كيتنافسوا في الدكر كيتنافسوا في الفقه في تحصيل بعض المنافع ثم لا ننسى الشجرة الثالثة هذه أشجار وارفة الشجرة الثالثة هي شجرة نور للمعاقين اللي هي للمعاقين حركيا معاسي محمد من الخميسات كنشكر هذه الناس كلهم على المجهود ديالهم لأن هذه الناس مالقوش يعني كل منهم تم تسجيله باش ياخدوا واحد الاستفادة في التكافل والتضامن لدارة الدولة في هذا المشروع الإنساني الكبير لكن كان مجموعة عندهم كان لنديس طالع لنديس طالع واحد مجموعة لم يستفيدوا من هذا التكافل والبعض الآخر لا يستطيع أن يكسب قوت يومه فكانت هذه الوسيلة للتواصل مع أهل الخير والبركة كنشكركم للفتحة وجواب على سؤالك الفقهي هذا الشريف اللي عنده مرض القلب ودبع على أبواب رمضان كما لا يخفى على كريم علمكم أن من خصائص الشريعة الإسلامية هي اليسر ودفع الحرج الشريعة الإسلامية لماذا ربنا عز وجل جعلها لكل الناس وصالحة لكل زمان ومكان ولسائر الأجناس والأقوام لماذا؟ لأن من أهم خاصيتها اليسر ودفع الحرج فالصيام هو شفاء ودواء الجسم البشري خاصه 12 شهر خاصه واحد شهير يعيش الجوع والعطش علاش باش يتخلص من السموم ومن دهون الزائدة هذا طيب نبوي وطيب رباني لكن الله تعالى يعلم بأن هناك أناس مرضى وناس عندهم مرضى أكثر من هذه الأمراض السمنة والتخلص من الزوائد في الجسم عندهم مرض أخطر هذا لا يصوم طبعا فأهدوك تسموا أصحاب الأعذار الشرعية هناك المرضى وهناك النساء اللي عندهم ظروف صحية بحل المرأة الحائض المرأة عند الحائض ديلها لما ينزف الدم كتكون القوة ديلها ضعيفة تضعف المرأة من الأيام ديل الحائض دراما كتكونش طبيعية 100% الهرمونات في شكل واحد الخلل وكتعود متوترة عصبية ربما نكدية لهذا الرجال خصوم دائما يعتبر بأن المرأة إلا أصدر منها واحد الفعل تلتمس لها العذر لأن ربي عز وجل كاتب عليه هذه الحائض ثم المرأة الحامل تحمل في بطنها جنين يأكل من لحمها ويشرب من دمها فكتكون تهيئة متقلة ومتعبة فإلا أصدر منها واحد القلق أو حتى التوتر نلتمس منها العذر ثم المرأة نفساء المرأة نفساء لأن بعد البلاداء كتبت قرب 40 يوم والدم ينزف لتطهير الرحيم وتنظيفه من الداخل وذلك الدم لك ينزل كي يكون منها كتكون ضعيفة سخفانا مقلقا توترا لا نأخذها إذا وقع منها أي تصرف ثم عند الرضاع المرأة المرضع والمرضعات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع فالرضاع أيضا تتعطي من لبن ديالها من الجهد ديالها من نفسية ديالها من طاقة ديالها للرضاع فهي ضعيفة وفي الحالة إذا وقع منها واحد تصرف لا ينبغي أن نعاتبها نلتمس لها العذر وهكذا ربي عز وجل قال لنا نلتمس العذر لهؤلاء النساء وربي عز وجل التمس منها العذر وقال لهم أفترنا فهم كيف تفتروا يعني في رمضان أنها متصوم كيف تفتر وفعدة من أيام أخر احتاج فتر رمضان وربي قال لك الأيام الله طويلة إن شاء الله وذلك الأيام تردها لتكون في وضعية سليمة فالمريض والمرضع والحامل والنفساء وكذلك الشيخ الهرم وأيضا الطفل الذي لم يبلغ الحلم ما دقول لهم ما يقدروا يصوموا الشيخ الهرم والطفل الصغير ليما عنده قوة ما يصوم وطبعا المريض عنده مرض مرض القلب ولا مرض سكري ولا مرض تونسيون ولا أمراض اللي هي صعبة في الصيام هذا لا يصوم إلا عنده مرض يرجى برؤوه كيف تر ومن اللي يدزوا حد المدة ويمتتلوا للشفاء كيرد لأيام لعليخ سيصومها أما إذا كان عنده مرض لا يرجى برؤوه هذا المرض مزمين غير بقى مع هدي من لا قدر الله فهذا يفدي عن كل يوم من أفطر يفدي وملدبة ملدبة الناس اللي غير يفطروا في رمضان لا حرج إلا كانوا مرضاء أو إلا كانوا من أصحاب الأعضار الشرعية الطريقة للإفطار الصائمين رأي ممكن ملدبة نفكر لها وهي إعداد قفة رمضان قفة رمضان ده بالآن واحد المجموعة للأسواق الكبرى في بلادنا كدر واحد المنافسة تعد أجود قفة لرمضان بأقل تكلفة كدر المواد الغدائية الأساسية من دقيق وقمح وشائر وأرز وحليب وسكر وشاي وقهوة وألبان أو شيء من المشتقات الحليب أو غير ذلك هذه زبادي وغيرها هذه كلها كي واحد المنافسة الآن في الأسواق علشه ده موسم موسم أن الناس اللي ما يصموش رمضان لأنهم عندهم عذر شرعي جزاؤه أنه خاص يطعم مسكين القيمة القيمة المحددة عند العلماء هي من ستمية احتلت من مئة درهم من ستمية احتلت من مئة درهم يعني ده واحد العامين كانت غير ستمية لأسعار كانت منخفضة ده بالأسعار زادت شيئا ما فتقريبا الشهر كله الشهر كله هو حوالية 800 درهم ستمية احتلت من مئة درهم 12 ريال إلى 16 ريال يعني إنسان كي ياخد هذا المبلغ وكي مشي عدم اللهري ولكي مشي شي سوق من الأسواق الكبرى وكي تقدها كلها مواد غدائية إما يجمعها كلها في قفة واحدة أو يجمعها في ثلاث قفة بعض الأسواق الكبرى كتدي القفة بمئة درهم هي قفة متواضعة قتدي لك واحد أسبوع تقريبا وكي اللي يبغي يتعفة كبيرة ضخمة دي لك شهر كله انتحر قسمها أو لعطيها كاملة وكل واحد رزقه لأن الناس كتر وكل واحد كي يجي النصب من هنا وهنا وهناك وربما يخلل التوحد لا الله هو الرزاقه دو القوة المتين كل شي غيا كل شي غي شرب كل شي غدي يحصل على القوت دياله ورا من قبل الليجان الاقتصادية والاجتماعية في العملات والأقاليم والجماعات والجهات دار الدراسة استباقية والقاتل الحمد لله أن المنتوج الغداء في بلادنا متوفر وبكثرة جميع المواد الغدائية متواجدة رغم الجفث ورغم غلاء الأسعار ورغم الحروب التي حولنا الحمد لله مغربنا العزيز بباركة الله والدعوة الصالحين والصالحات الخير كل موجود ولمدة طويلة يعني عدنا ستوك لشهور إلى الأمام الحمد لله من خفوا من الفقر ربي غني وما زال ربي غني زينا خيرا في خير كلما كان تراحم فيما بيننا وكان تعاون فيما بيننا وكان الإحسان فيما بيننا الله تعالى كيزيد خير في خير فالناس اللي هم عندهم هذه الأعذار بحلد الشريف اللي عندهم مرضي القلب ما غير يصومش ملدى ما يبدي فكر أنه يخرج الفدية ممكن تخرجها قبل أول رمضان أو في الأسبوع الأخير من شعبان كتخرج هذه الباركة مبلغ هو من ستمية حتى المنتميم يدرهم تغطي لك الشهر كله كيلي كيخرج في هذه الأيام وكيلي كيخلي تلخر ان شاء الله بعد ما يجي رمضان ونصبوا الأيام ديالو يربيطوا العمر ومن اللي تجي ليلة القضي كين بعض العائلات كيخرجوها كوسكوس كديرو كديرو القصاع لكسكسو لأن الناس في القضر كيبقوا صهرانين حتى للصباح ما كين عسوش وكين الفقاراء كيجمعوا فكين بعض العائلات كما نصحهم بعض الفقهة أنهم يصنعون الطعام لأنه ربي قال لك طعام المسكين فكيلقوا كي كل قصعة كيجمعوا فيها عشرة ديال المساكين أو ناس مصلين بعد على الأهل ديالهم أنه غدي بقلل كله هو كيصلي كتجي منتصف في الليل كيشعر بالنجوع ما يبغيش يمشي رجعتها دارو يعاودي يأكل غدي يضيع هاد الليلة فكيلقى أمامه قصعة كسو تأودي زافير كل شي يأكل كتحسب عشرة الناس كل قصعة كتجمع عشرة الناس عشر أيام يعني ثلاثة لكصاعي هي شهر ثلاثين يوم كتجمع ثلاثة لكصاعي ديالكسو وكياكلوا الناس في ديالة القدر وكيلي كيخلي احتقال بعد رمضان كل جمعة كيخرج قصعة الباب الجامعة كيلقى بعض الناس ضعفة اللي كيطلبوا طلبوا المساعدة متساولين كلنا ضعفة عند الله تعالى وكل جمعة كيخرج قصعة وكيلي كيدي هالشي ورش ديال العمل ديال البنائين الناس بالنايا عطاشة جوا من بعيد ومساكن خدامين بلعطاشوا ملقى كيأكلوا غير بيدوا المطيشة وتقهروا بلك يبقى واحد قصعة مسجية من يديهم كيعتبروها مائدة من السماء كيفرحوه يأكلوا ويدعوا ودعوة الخير وبعض الناس اللي يخداموا في أي مكان فالطرق هي كثيرة ومتعددة المهم أن يقع الرواج الاقتصادي ويوقع التراحم الاجتماعي ويوقع الحالكة كالدور ربي عز وجل في هذه الحكمة من الشريعة الإسلامية هي كل حالكة كالدور كل شي يأكل كل شي يشرب ليكونش الادخار ليكونش ذلك الادخار لهوية عبارة عن اكتناز للادخار من أجل الاستثمار هذا مطلوب أيضا ولكن المقصود به كل شي يأكل الله يحفظكم ويرعاكم وشافكم ونطلبوا الله تعالى يبلغنا وإياكم رمضان وهو عنا راض غير غضبان إنه سميع قريب مجيب الدعاء أحباب الكرام في ختم حلقة هذه الليلة المباركة تعالوا بنا ندعو الباري عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وهو القائل جل علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فاللهم يا رب العالمين يا مبدع الورى هبنا يقينا يقين الهم والكرب والعنى يا قدوسا قدس من الهوى نفوسنا يا غفارا اغفر ذنوبنا يا قهارا اقهر من ظلمنا يا جبار يا جبار بالصفوه 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 ذلل نفوسنا يا حليم بالحلم خلق نفوسنا يا قوي قوي عزمنا يا رقيب اعفو عنا وعافنا يا مجيب يسر أمورنا يا وكيل توكلنا عليك فكفنا يا صمد لا تكن لأنفسنا يا نافعو انفعنا بأنوار ديننا يا قادرو خلص من الغير سرنا يا محيي بذكرك أحيي قلوبنا يا مبيتو على التوحيد والإسلام قدر موتنا يا باعتو ابعث على خير حال وارضنا وارض عنا يا سميع اسمع دعاءنا يا بصير بصرنا بعيوبنا يا بارئ ابرأ من كل نقص نفوسنا يا بر لا تمنع إحسانا بعصياننا يا عفو اعفو عنا وعافنا يا لطيف ألطف بنا وبأحبابنا يا رؤوف ارأف بنا وبإخواننا يا تواب جد بتوبة تمحو بها عضائم جرمنا يا شكور بالشكر أنعم علينا تفضل يا واحد فرج كربنا وغمنا يا مانع امنع كل كرب يهمنا يا مؤمن تبت إيماننا يا جليل أنت ملادنا يا غني عن غيرك اغننا يا عزيز جد بعزي وقوتنا يا متكبر فيك كبر شؤننا يا واجد أنت الغني فاغننا يا ماجد شرف بمجدك قدرنا يا رافع ارفع لنا ذكرنا يا خافض اغفض لنا القلوب تحببا يا جامع اجمع عليك قلوبنا يا واسع وسع لنا العلم والعطى يا رشيد ارشدنا إلى طريق التنى يا شهيد اشهدنا علاك بجمعنا يا أول ويا آخر أنت في الكل حسبنا يا ظاهر يا باطن بالغيب لا زلت محسن يا ولي يا حميد ليس لك إلا التنى يا علي يا كبير تعاليت عن وصفنا يا رب بأسمائك الحسن دعوناك فتقبل دعاءنا واستجب لنا اللهم يا معين بك استعنا فأعنا وبك استغنينا فاغننا وعليك توكلنا فاكفنا اللهم يا مالك أمرتنا فلم نأتمر وزجرتنا فلم نزدجر اللهم يا رب يا كريم إنا ببابك المستعيدون يا رب ببيبك العبيد المساكين المهمومين فرج عنا كل هم يا غيات المستغيثين ويا غافر ذنب المدنبين اللهم عجل لنا بالفرج اللهم يا أرحم الراحمين في هذه الأيام المباركة في هذه الأيام المعظمة أتمم علينا النعمة أتمم علينا الفضل أتمم علينا العافية أتمم علينا الستر اللهم جبور كسرنا اللهم جبور كسرنا وارزقنا زيادة في البر يا من تزيد في الخلق ما تشاء زدنا قوة منك نتقوى بها على طاعتك اللهم زدنا قوة نلتمس عونا منك لنقوم بشكر نعمك اللهم يا رب العالمين بك نستعين وعليك نتوكل يا دا الجلال والإكرام اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا الخير حيثما كان وحيثما توجهنا وصخر لنا الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة ويسر علينا كل صعب وهو علينا كل يسير اللهم يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض ويا هادي القلوب اهدي قلوبنا للإسلام وإلى اليقين اللهم يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد وخلقنا بخلق سيدنا محمد اللهم وأدبنا بأدب سيدنا محمد اللهم وحينا وأمتنا على دين سيدنا محمد اللهم وبعتنا تحت لواء سيدنا محمد اللهم وسقنا من حوض سيدنا محمد اللهم وشفع فينا سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم يا عزيز يا واحد نسألك اللهم يد الجلال والإكرام أن تفتح لنا أبواب الخيرات يا بارئ يا حافظ أخرجنا من الدنيا على السلامة اللهم يا ربي واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة اللهم واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك اللهم يا رب العالمين نسألك يا نور السماوات والأرض نسألك اللهم الستر في الدنيا وفي الآخرة اللهم يا حنان يا منان يا عالما بحالنا وغنيا عن سؤالنا نسألك اللهم أن تجمع شملنا اللهم اجمع شمل الأولاد والبنات والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات والعائلة والأحباب والجيران والأقارب اللهم اجمع شملنا اللهم انزع من قلوبنا حد الشيطان يا رب انزع حد الشيطان من قلوبنا ومن صدورنا واملأ قلوبنا بطاعة الرحمن اللهم يا ربي اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا يمحزنون اللهم اجعلنا فيما بيننا متحبين اجعلنا فيما بيننا متعاونين اجعلنا فيما بيننا نصبر بعضنا على بعض ولا يحاسب بعضنا بعضا اللهم يا ربي وافتح لنا باب القبول وافتح لنا باب التيسير وأغلق عنا أبواب التعسير اللهم شافي منا كل مريض وكل سقيم وكل عليل اللهم اشفنا من الامراض البدنية واشفنا من الامراض الروحية واشفنا من الامراض النفسية واشفنا من الامراض العقلية اللهم اشفنا من كل الامراض والاسقام وارزقنا القوة وارزقنا المدد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وادخلنا الجنة بلا حساب ادخلنا الجنة بلا عتاب واجعلنا بجوار سيدنا محمد في اعلى جنة الخلب يا دل جلال والاكرام يا رب العالمين ونسألك يا مولانا في هذه الساعة المباركة أن تكون لإخواننا في فلسطين وليا ونصير اللهم إن إخوانا لنا من أهل العقيدة والإسلام يعانون أشد البلاء ونحن عاجزين أن نقدم لهم المساعدة اللهم نسألك يا رب العالمين أن تكون لهم وليا وأن تكون لهم نصيرا اللهم كن لهم وليا وكم لهم نصيرا اللهم تولهم بكامل العناية وبكامل الرعاية اللهم سخر لهم من يحفظهم وينتصر لهم يا رب إننا نحاسب أنفسنا على عجزنا وضعفنا اللهم يا رب العالمين أنت ولينا ووليهم وولي عبادك المسلمين اللهم نسألك أن توحيد أمة لا إله إلا الله على كلمة سواء اللهم واجعلنا خير أمة أخرجت للناس وإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله